كيف يجذب البلاستيك الورق احيانا تظهر الاجسام العادية قوى غير عادية فقضيب من البلاستيك يمكنه جذب الورق مثل جذب المغناطيس للحديد وهذه المشاهدات تحدث بسبب الكهربية الاستاتيكية وتنتج هذه الكهربية من التفاعل بين الضقائق المشحونة الالكترونات السالبة والبروتونات المجبة وعادة تكون الاجسام في حالة اتزان كهربي لانها تتكون من عدد متساون من الدقائق المجبة والسالبة الموزعة بانتظام فاذا فقدت الزر او اكتسبت الكترونا فان هذه الاجسام المتعادلة تصبح موجبة او سالبة الشحنة وتشحن الاجسام بالاحتكاك او الدلك وهذا يسلب الكترونات من بعض المواد فيتركها موجبة الشحنة فمثلا عند تلك قضيب من البلاستيك بقطعة فرو تنتقل الكترونات من الفرو الى البلاستيك ويصبح البلاستيك سالب الشحنة والفرو موجب الشحنة فاذا قرب قضيب البلاستيك المشحون الى قصاصات ورق متعادلة كهربيا فان الورق يلتصق بالبلاستيك وسبب هذا التجازب وجود شحنة سالبة على قضيب البلاستيك كيف يتوهج المصباح الكهربي الكهرباء التي تضيء المصابيح والتي تشغل التلفزيونات والاجهزة المنزلية تتكون من سيل من الالكترونات او طيار كهربي وعندما يبدأ الكترون حر التحرك فسوف يصطدم بالزرة ويسيرها اي يعطيها بعض طاقته وتتحول الزرة هذه الى صورة اشعاع كهرومغناطسي وتدفع الكترونات اخرى للعمل وعندما تنساب الالكترونات في الفتيل المعدني لمصباح متوهج فان تسخين الفتيلة يجعلها تطلق اشعاعا كهرومغناطسيا وتتوهج بضوء ابيض في مصابيح الفلوسينت يسير طيارا خلال غازا بدلا من الفتيلة فيطلق الغاز طاقة فوق بنفسجية يسير الغلاف الداخلي الفوسفوري للانبوب ويحدث تفاعل متسلسل يحرر اشعاعا كهرومغناطسيا على صورة ضوء مرئي كيف تعمل الكهربية يستطيع الطيار الكهربي ان يشغل الالات فقط عندما يمر في دائرة كهربية والدائرة الكهربية هي قناة تتحرك فيها الكهربية ومصدرها هو مصدر القدرة مثل بطرية يوصل بها الجهاز مصباح مثلا بسلك توصيل ولتنتهي الدائرة الكهربية في الجهاز ولكنها تعود ثانية الى مصدر القدرة والقوة التي تحفظ الطيار الكهربي ساريا في دائرة تعرف بالقوة الدافعة الكهربية او الجهد ولان الاجهزة تعطي الطيار الدائرة الكهربية فهي تسمى مقاومات ولفهم العلاقة بين الطيار الكهربي والجاهد والمقاومة يمكن تصور الكهربية كأنها ماء سار في انبوب اعلى والبطارية كأنها مضخة الماء والطيار الكهربي كأنه حجم الماء كيف تقاس الكهربية ابتكر العلماء طرقا بارعة لقياسها وذلك باستخدام الجيلفانومترا وهو جهاز يتركب من ملف من سلك رفيع يمر به الطيار موضوعا بين قضي مغناطيس دائم وعند مرور الطيار في الملف يولد الطيار قوة كهرومغناطيسية كافية لتحريك الملف بين القطبين ويقيس الجيلفانومتر مقدار الطيار المر في الدائرة عن طريق مقدار حراف الملف والاميتر يستخدم في هذا المفهوم مع اضافة ابرة وتدرج يبين معدل سريان الطيار بالامبير واذا اضيفت اليه مقاومة يصبح هذا الجهاز ويقيس مقدار انخفاض الجهد بالفولت وهو القوة التي تدفع الطيار للمرور في الدائرة كيف يجزب المغناطيس الحديد يجزب المغناطيس اجساما من معادن كأنه السحر ويرجع ذلك الى الطريق الخاصة لسلوك الكتروناته ومدام ان الكترون يدور حول زره يولد مجالا مغناطيسيا فان جميع الزرات تعتبر مغناطيسيات دقيقة ولكن في معظم المواد فان التأثيرات المغناطيسية العشوائية للزرات يلغي بعضها البعض ولكن في المغناطيسيات يترتب المجال المغناطيسي للزرات بطريقة تولد مناطق تسمى حقولا وهذه الحقول لها قطب شمالي N وقطب جنوبي S وتتجه خطوط القوة وهي مناطق المغناطيسية المركزة من القطب الشمالي للمغناطيس الى قطبه الجنوبي ويعرف هذا باتجاه المجال والقطب الشمالي لمغناطيس يجذب قطبا جنوبيا بينما يتنافر القطبان المتماثلا الا انها اذا ودعت بالقرب من مغناطيس فان زراتها تعيد ترتيب نفسها بحيث يتكون للمادة اقطاب مغناطيسية ترجمة نانسي قنقر